ربما الوقائع التي أحدثت تغييرا كبيرا على العالم منذ عقود كانت قليلة جدا فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية عاشت البشرية على وقع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والتنافس فيما بينهما في عدة مجالات بداية من التسلح النووي وصولا للسباق في غزو الفضاء انهيار جدار برلين عام 1989 بدأ يرسم ملامح مرحلة جديدة في العالم ومع تفكك الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات مال الكثير منها شيئا فشيئا رفقة دول المعسكر الشرقي نحو الغرب وما هي إلا سنوات قليلة حتى كانت أحداث الحادي عشر من أيلو سبتمبر عام 2001 ليخرج الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن بتصريحه الشهير إن الدول التي ليست مع الولايات المتحدة فهي ضدها في إشارة إلى حربه على الإرهاب وليتغير وجه العالم من جديد وفي شباط فبراير المنصرم دقت آلة الحرب الروسية طبولها في الأراضي الأوكرانية بحجة نية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي وهو ما يعد تجاوزا لخطوط حمراء رسمتها موسكو أمام جيرانها وحلف الناتو ومع التحشد الكبير من المعسكر الغربي ضد روسيا وكمية العقوبات التي فرضت عليها تيقن الجميع أن العالم مقبل على واقع جديد لا سيما مع تعنت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدم تنازله عما وصفه بحق بلاده المشروع بالدفاع عن أمنها القومي أيام قليلة وظهرت النتائج غير العسكرية للحرب فارتفعت أسعار النفط والغاز وباتت الحكومات الأوروبية تخصص كميات من الزيوت والمأكلات لمواطنيها كما أرسلت إليهم إشارات بأنهم ينتظرهم شتاء بارد مع توقف متوقع لتدفق الغاز الروسي الذي تعتمد عليه دول الاتحاد الأوربي بالنسبة تقارب الأربعين بالمئة ومع استمرار الحرب زادت مخاوف مراقبين من آثارها على تأمين القمح لكافة دول العالم إذ تنتج روسيا وأوكرانيا قرابة 28% من إنتاج القمح العالمي بالإضافة لمحاصرة الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود وتخوف الشركات من شراء القمح الروسي جراء العقوبات ليتحقق ما كان يخشاه الجميع أزمة غذاء عالمية تهدد العالم أجمع لا سيما القارة الإفريقية هذه الأخيرة كان رئيس اتحادها ماكي سال في زيارة رسمية إلى روسيا قبل أيام التقى خلالها الرئيس الروسي وبعد اجتماع استمر ثلاث ساعات خرج سال ليطمن الإفريقيين بأنه تلقى وعودا من بوتين بتخفيف القيود على صادرات الحبوب من المنطقة إلى باقي أنحاء العالم لكنه لم يذكر كيف ومتى وإلى أن تتكشف تفاصيل الوعد الروسي اتجهت العديد من الدول نحو أسواق تصدير أخرى للقمح وكانت الهند ثاني أكبر منتج للمادة مقصد الجميع لا سيما بعد تصريحات لمسؤوليها عبروا فيها عن استعداد نيو ديلهي للبيع في ظل تزايد الطلب على المادة وارتفاع سعرها في الأسواق العالمية إلا أن ذلك تغير بعد حظر الهند بيع القمح حرصا على أمنها الغذائي القلق العالمي من تأثيرات الحرب السلبية ازداد طردا مع استمرارها لأكثر من مئة يوم خاصة مع وصول تقارير إلى مجلس الأمن الدولي تفيد بأن العالم مقبل على مجاعة خلال شهرين إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه لذا تسعى الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق يسمح بفتح ممرات التجارة عبر البحر الأسود وإلى أن يتم ذلك يبدو أن العقوبات الغربية على موسكو لم تؤتي أكلها إذ ارتفع سعر الروبل الروسي مقابل الدولار لمستويات قياسية خاصة مع إلزامها الدول غير الصديقة حسب وصفها على الدفع بالروبل عوضا عن الدولار للحصول على الغاز أو قطع الإمدادات عنها وقبل أزمة الطاقة والغذاء وغيرها من الأزمات الأخرى كشفت الحرب عن وجه الغرب الحقيقي الذي ادعى لسنوات حمايته حقوق الإنسان دون تمييز بين عرق ولون ودين وجنس إذ تسارع المسؤولون الأوروبيون ومعهم وسائل إعلام عالمية في تفضيل استقبال اللاجئين من أوكرانيا على أقرانهم من دول الشرق الأوسط كسوريا والعراق وأفغانستان لا لشيء فقط لأنهم بيض وبعيون زرقاء اشتركوا في القناة